تبيع زي زيزو يعني زيزو لعيه اهم نجمي في الفريق وانت عندك ازمات او عندك حاجات عايز تحلها تبيع ولا تسيب وتبني عليه انا وجهة نظري اه انا وجهة نظري اشان اختلفت القراء جدا في القصة انا وجهة نظري لانا الموضوع مش موضوع زيزو اه يعني لو اتكلمنا على نادي الزمالك طبعا هو نادي يعني له كل الاحترام والتقدير ونادي منافس قوي جدا للقادي الاهلي وانا دايما بحكم انها لعبت في الاهلي كنا بنستمتع لما يكون نادي الزمالك وقف على رجله وبينافس البطولات لان احنا كنا بنحس بالبطولات قوي ونحس بالفوز قوي امكنا احنا في فترة التسعينات خدنا سبع دوري متسليم وكان السبع دوري دول كان نادي الزمالك قوي كان الزمالك بيبقى متفوق علينا ب13 نقطة وب7 نقطة في التسعينات 97 و96 وكده انا شايف نادي الزمالك يبيع زيزو ويبيع اي لعيب عنده ارقام بتيجي قوية لان انا عندي لو انا بردت بنادي الزمالك النهاردة وعايز اشتغل صح مع اعترافنا ان كرة القدم هي اساس الاهلي والزمالك بمعنى ان انا ممكن اخد السلة اخد دوري عام كل سنة واخد بطولات افريقيا واخد 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 فرقة الكورة هي الامج بتاع نادي الاهلي والزمالك خصوصا الاهلي والزمالك للشعبيتهم وجماريتهم واسمهم الكبير طبعا فنادي الزمالك الوضع دلوقتي بتاعه اكبر من ان انا اقعد لعيب وعشان ابني عليه انا محتاج ارتب الاول البيت انا محتاج احط اساس عشان اطلع عليه فالفرص اللي هتيجي لزيجو بعد كده هتقل هتقل لكن انا دلوقتي في الوقت ده انا ممكن استفيد بالمبالغ اللي هابيعها لان انا قضيتي مش زيجو طب زيجو كان معايا السنة الفاتح خط الرابع طب خط ثالث طب زيجو كان معايا وابقالي ثلاث سنين بخرج من افريقيا زيجو لعيب كويس جدا وفيه اثنان ثلاث اربع لعيبة في ناس الزمالك مميزين جدا وممكن يجي له معقود كبيرة لكن انا محتاج لك تب بيت صح انا محتاج اوصل ان التيم هو اللي بيكسب مش زيجو اللي بيكسب لازم بفاهمين كده كويس قوي نادي الزمالك في مواقف كتيرة كريم واحنا حتى واحنا كنا بنلعب ومدربين كان نادي الزمالك بيملك سكواد ممكن يبقى اقوى مننا احنا كنادي اهلي لكن فيه فرق بين كريم بيلعب ولا التيم بيلعب صح دي مهمة جدا احنا طول عمرنا فيه فترات كتيرة جدا احنا تيم بيلعب نادي الزمالك ممكن يبقى فيه اسماء اكبر او اسماء موهوبة اكتر فريل احلام في التسعينات كان عنده فريل احلام طبعا طبعا كابتر الحمد الكاس وكاس السعيد واسماعيل يوسف لا 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 بتتكلم في اسماعيل يعني هتقول ايه ولا ايه اي خط هتلاقيه فيه تفوق بس احنا كتيم لا كنا اقوى احنا كتيم كروح نقدر بنكسب ففهم قصدي دي مهمة جدا في كورت القدم ريال مدريد فترات كتيرة كان عنده نجوم كبيرة قوي بس نقدرش يكسب برشلونة لان برشلونة كتيم اقوى وايس بق عايز ببرازيل يعني فترات كتيرة دي مهمة في كورت القدم التيم هو اللي بيكسب مش النجم صعب مش لا